هل تتذكرون المرة الاولى الذي تمكنتم فيها من حل الكلمات المتقاطعة لا شك ان شعوركم في تلك اللحظة كان رائعا ولكن يوسفنا القول ان هذه الاحاجي مصممة للاشخاص الذين لا يتجوز معدل ذكاؤهم الحد المتوسط لكن الصدمة الاكبر هي التعرف على اعظم سبعة باكرة في العالم تابع الفيديو ولا تنسى الاشتراك بالقناة ونشر الفيديو مع اصدقائك ونستمر بالنشر المزيد ان شاء الله في فترة الحرب العالمية الاولى تمكنت ماري كوري من تدريب الفرق الطبية على استخدام اشعة اكس بشكل امن من اجل تصوير العظام المكسورة والى يومينها ذاته اعتبر كوري من اشهر العالمات في التاريخ والمذهل انها الرشحت لنيل جائزة نوبل للعلوم مرتين لكن الامر المحزن هو ان تجاربها مع الاشعاعات عرضتها لدرجة كبيرة من سرطان الدم ستيفن هوكينج تقرج هوكينج من جمعتين اكسفولد وكمبرج ليصبح معلم الرياضيات والفيزياء الذي احبه الجميع حصل هوكينج على 25 جائزة ومدالية خلال حياتهم كما بحثها في موضوع عن نظرية البيج بانج والطبيعة السقوب السوداء وكما كان له الفضل باكتشاف اشعة هوكينج ارستو لان استغرب وجود ارستو تلميز افلاتون على رأس لاحتى اليوم بداية كان ارستو فيلسوفا لكنه قرر ان يرغب بدراسة الفيزياء وعلم الاجتماع ايضا وبالتالي تمكن من ايجاد علوم الاخلاق والمنطق والروح والكذاك بالاضافة الى ذلك كان ارستو استاذا للاسكندر المكدوني وكان له الفضل الاكبر بتعليمه كل شيء وخد يكون هذا السبب وراء احتلاله نصف العالم ليوناردو دافينشي سيخطر على بالنا جميعا افضل مختلال البشرية لكنه بالنهاية فنان كمايكل انجلو لكن الى جانب لوحات الموناليزا والعشاء الاخير وغيرها كان ليوناردو مختصا بالهندازة الميكانيكية والتشريح والطب والفلسفة وعلاجهم بعضا من اختراعات دافينشي المجنونة البراشوت المسادس البرميل الدراجة التلسكوب الروبوتات الدبابات البدائية نيكولا تيسلا يعود الفضل تيسلا لاختراع الطيار الكهرابي الموجود في كل منزل على الارض يعرف عنه العالم تيسلا جنونه وكرهه للأقراط اللقلقية واختياره لأقرقام الغرف الفندق التي تقبل القسم على ثلاث كان يكره العمل مع الناس بالإضافة إلا ذلك كانت تيسلا على زبن طيلة حياته اسحاق نيوتين كان له العديد من الإنجازات في مجالات الفيزياء والحركة والرياضة والبصريات لعله أهمية قانون الجاذبية ولها مؤلفات أشهره برينسيبيا الذي يعتبر الكتاب الأكثر تأثيرا في الفيزياء وتقريبا مختلف العلوم حيث احتوى على معلومات تشمل مختلف جوانب الفيزياء تقريبا باستثناء الطاقة كما يقدم وصفا كميا دقيقا لأكسام حركة وكذلك كتاب هو طروح حول الإنعكاس وانكسار وتصريف الألوان الدق كما فسر المدارات البيضوية للكواكب وتأثير الجاذبية على حركتها وشغل لعدة مناصب فقط كان بروفيسيرا في جامعة كامبرينج ورئيس المجتمع العلمي الملكي ونائبا في البرلمانة عن مدينة كامبرينج وحاكما للمصرف المركزي ألبرت أينشتاين من بديه أن يكون ألبرت أينشتاين من أعظم عباقرة هذه اللقاح تمكنت نظريات أينشتاين من غزو الكوكب بسرعة الضوء قد تكون إيه بتسوي MC2 معضلة بسيطة إلا أنها غارز كل شيء نعرفه حيث أصبح كل شيء نسبيا إلى جانب اكتشافه لسرعة الضوء كان أينشتاين ضليعا فيزيع الكمية التي ساعدته على ابتكار الليزر من غيرها من الابتكارات العلمية والأمر المفاجئ أن أينشتاين كان رجل متواضعا رغم كمية الاختراعات والنظرات التي قدمها البشرية